أعزائي مشاهدين ومشاهدات برنامج معرفة القدوس برحب بيكم في حلقة جديدة من البرنامج في حلقة النهاردة في سلسلة حلقات البرنامج عن قيامة المسيح هنناقش سؤال مهم عن رئيس هذا العالم كثير من المسيحيين دايما يرددوا أن رئيس هذا العالم هو الشيطان والحقيقة أنه المسيح نفسه قال كده في الكتاب المقدس وبوليوس الرسول ذكر كده أيضا في سلسلة أفسوس لكن هل الوضع اختلف بعد قيامة المسيح هل مزال الشيطان هو رئيس العالم بعد الصلب والقيامة المسيح اتقال عنه أنه هو الجه عشان ينقض في رسالة يحن الأولى قال كده أنه أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أنه حياة المسيح على الأرض كانت معركة مستمرة بين المسيح والشيطان الكتاب يقول لنا أن المسيح جرد في الصلب والقيامة جرد الشيطان من رياسته وأنه بعد القيامة أخضع كل شيء تحت قدمه إذن سؤال حلقة النهاردة هو هل الشيطان هو حقا رئيس هذا العالم بعد القيامة هل الشيطان هو حقا رئيس هذا العالم عايزين نفهم القصة من أولها هناخد كده رحلة في الكتاب المقدس نفهم الأول مين اللي ادى الرئاسة دي للشيطان إزاي أخذ الشيطان رئيسة العالم ومعنى رئاسته للعالم يعني إيه وإيه اللي عمل المسيح مع الشيطان في موضوع رئاسة العالم وإيه حقيقة الأمر الآن واللي مهم جدا في الآخر معنى الكلام ده لحياتنا إيه معنى إيه لحياتنا الواقعية اللي احنا عايشينها فنبتدي بأول نقطة هي إزاي أصبح الشيطان رئيس العالم طبعا الله مدلوش هذه الرئاسة الله ما أعطاش الشيطان رئاسة العالم في الواقع الله ادى رئاسة العالم والسلطان على العالم لآدم الأول الكتاب كده قال عن لما الله خلق الإنسان أنه خلقه عشان يتسيد وكأن الله بيخلق وكيل له خلق الإنسان يملك على العالم والخليقة المرئية والله يملك على هذه الخليقة من خلال الإنسان فسلطة الإنسان رئاسة الإنسان سيادة الإنسان هي سلطة بالتوكيل من الله مباشرة لكن في الأصل القصة الله خلق الإنسان هو الرئيس يقول كده في سفر التكوين لما ربنا فكر يخرق الإنسان قال كده قال نعم للإنسان على صورتنا كشبهنا وطبعا الله له السيادة فصورته لها السيادة فيتسلطون وكمل فأول حاجة في الواقع ذكرها عن شبه وصورة الله أنه له السلطة له الرئاسة على العالم المخلوق ولما خلق الإنسان اتضح هذا أيضا يقول لنا الكتاب أنه الله لما خلق الإنسان على صورته بركه اداله تفويد واداله تكليف وأمر بالسيادة وبالعمل في الخليقة وفي العالم المخلوق يقول فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه بيأكدها مرتين غير المرة لقبل كده وبعد يقول وباركهم الله فهنا الله بيدي له بركة يعني كانوا بيفوضوا وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا وابتدى يكمل على كل المخلوقات الموجودة على الأرض فهنا فيه أمر وتكليف باستسلط والسلطان على العالم المخلوق المال إيه اللي حصل اللي حصل أن الشيطان سرق هذه السلطة من الإنسان عند السقوط في السقوط كان الإنسان له اختيار مصيري بأنه هو يفضل تحت سلطان الله يفضل مع الله يثق في الله يعتمد على الله أو أنه هو يصدق كذب الشيطان وخدعة الشيطان الشيطان لم يكن له أي سلاح على الإنسان غير سلاح الخداع فيشككه في اللي قاله ربنا ويشككه في نية ربنا يقول حوى ده ربنا عارف مش هتموت ولا حاجة ده ربنا عارف أنك هتوبقوا زيه عشان يمخبي عليكم أنه هتوبقوا زيه فكان قدام آدم وحوى اختيار أنه هم يعيشوا في المهمة اللي ربنا ادهى لهم ولا يحاولوا يبقوا زي ربنا يتمرضوا عليه عايزين نعنا نعرف لنفسنا عايزين زي ما قالهم الشيطان يوم ما تاكلوا مش هتموتوا هتنفتح عينيكم وتعرفوا لنفسكم ايه الخير والشر مش محتاجين ربنا عشان تعرفوا تصيران مثل الراء الله فاللي حصل أن الشيطان ضحك عليهم وفي الواقع ساعة ما تفتحت عينيهم أول حاجة حصلت أنهم اكتشفوا أنهم عرينين معناها أنهم اتشال عنهم الغطى بتاع ربنا البر بتاع الله وابتدوا يخافوا ويستخبوا من الله لما بيدور عليهم فالنتيكتين اللي بانوا على طول العري والخوف مش أنهم بقى ليهم سلطان في الواقع سرق السلطان منهم وخد الشيطان عليهم سلطان لأن طبيعتهم اتغيرت وانفصلوا عن الله بقى لي سلطة عليهم وعلى العالم المخلوق كله يباني الكلام ده من كلام معلمنا بوليس الرسول أيضا في رمية 8 أنه بيقول الخليقة أخضعت للفساد بسبب السقوط ده لكن السؤال اللي بعد كده إذا كان الشيطان سرق رئاسة العالم سلبها بالنصب والإحتيال طيب معنى الرئاسة دي إيه يعني إيه الشيطان رئيس العالم لما الكتاب يقول رئيس هذا العالم الشيطان في رئاسته للعالم الله في رئاسته للعالم عن طريق الإنسان كان بيقول لهم أثمروا وكثروا واملقوا الأرض وبيتكلم على نمو وازدهار وخير لكن الشيطان مش هيعمل كده الشيطان في رئاسته للعالم بيعمل حاجتين بيفسده وبيهلكه بيعمل حاجات فيه عشان تؤدي إلى هلاك العالم وهلاك الإنسان وهلاك المخلوقات فالطريقة اللي بيستخدمها أنه بيعمل حاجتين العالم من ساعة ما بقى تحت رئاست الشيطان فيه روح مضادة لله رئاست الشيطان للعالم معناها أنه حط فيه روح مضادة لله مش ماشي مع ربنا الحاجة التانية أنه بيعمل فيه زي نظام أيضا مضادة لله فيه فكر ومبادئ وطريقة معيشة ورؤية للحياة مضادة لله تبقى أن في حاجتين مهمين قوي تبقى أن الإنسان بقى بدل ما هو عنده بر الله وعنده حب الله بقى إنسان أناني بمنطق يلا نفسي بمنطق يعني أنا ومن بعدي الطوفان فيبقى الخوف من أخوه الإنسان عدم المحبة الأنانية الجشع الظلم الاختلافات على مستوى الأفراد الجماعات العائلات البلاد الدول المختلفة بقى الإنسان في أنانية وفي حرب مع أخوه الإنسان عنصر الأنانية ومبدأ الأنانية من سيادة الشيطان على العالم مبدأ الآخر إن العالم بقى فيه حاجات كتيرة جدا زي آلهة كذبة بيخلي الإنسان يتعلق بيها وتبقى هي حياته زي مرة كده ربنا يسوع المسيحة أما قال التعبير في مثل الغني الغبي قال إنه حياته كانت من أمواله بقى ده الإله بتاعه عشان كده الكتاب عبر عن الحكاية دي وقال نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير يعني إيه وضع في الشرير يعني بقى فيه النظام الفاسد ده اللي ضد الله وفيه الروح الفاسدة دي اللي ضد الله ودول حاجتين بقوا موجدين شغالين طول الوقت بيضمنوا إن الشيطان مسيطر على العالم وبيبعد العالم عن الله يعني الشيطان مش لازم يحارب بالخطيئة وبالإغراء هو السيستم اللي عمله النظام اللي عمله بيبعد العالم والإنسان عن الله لدرجة إنه الكتاب بيوحي لنا إنه هو بيسيطر حتى على أنظمة الحكم المختلفة أو مؤسسات مهمة في العالم فيقول مثلا فإن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم يعني المسؤولين عن العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات ناخد فاصل قصير ونكمل حديثنا بعد الفاصل بيبان أوي سيطرت الشيطان على العالم لغاية تم جه المسيح في التجربة بتاعة المسيح نفسه ودي كانت جرقة الشيطان العجيبة إنه بيقوله كده بيقوله يقول في إنجيل لوقة ثم أصعده إبليس إلى جبل إنعال وقراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمن يعني كل الممالك في كل العصور زي رؤية كده سريعة وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن إيه لديك الحق إنك تديه لحد تاني هو بتاعك لأنه لي قد دفع هنا بيبان فعلا إنه خدس السلطة على العالم بإنه ضحك على آدم الأول وأنا أعطيه لمن أريد يعني مفاهي الشك والمسيح نفسه قال ثلاث مرات في إنجيل يوحنى إصحاح 12 14-16 إن المسيح هو رئيس هذا العالم وفي أفاس الثنين معلم نابولس الرسول قال برضو إنه هو رئيس هذا العالم لكن النقطة المهمة جدا اللي إحنا بنقف عند نص الحقيقة وبنكمل شي إنه المسيح استرد هذه الرئاسة منه بعد القيامة المسيح استرد رئاسة العالم آدم الثاني اللي هو المسيح رجع رئيسة العالم تاني للإنسان في صورة آدم الثاني المسيح تحت سلطان الله بعد القيامة في الحلقة اللي فاتت شفنا إنه إزاي المسيح من بداية خدمته كان جاي يعلن حرب على الشيطان ومملكته على الأرض ويعلن ملكوت الله على الأرض احنا اتكلمنا عن ملكوت الله في حلقات قبل كده كتير موجودة ممكن ترجعولها زي ما اتكلمنا أيضا عن معنى العالم وروح العالم ودور المؤمنين في العالم برضو في مجموعة حلقات قبل كده لكن اللي شفناه في خدمة المسيح إنه من الحاجات المميزة جدا إنه من أول خدمته كان بيخرج الشيطان وبعدين قد تلاميذه هذا السلطان إنه هما أيضا يخرجوا الشيطان ومش بس كده كان شايف إن ده جزء من حدم مملكة الشيطان فمرة من مرات جاب سبعين من التلاميذ ودهم السلطان ده وراحوا يشفوا مرضى ويخرجوا الشيطان فرجعوله ويقول الكتاب كده فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فرحلين جدا فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء بيبان إن ده كان هدم لسلطة الشيطان على الأرض بيبان إن ده كان هدف واضح للمسيح بيعمله في مجيئه جاي عايز يلغي رئاسة الشيطان على العالم أيضا بتباني الحكاية دي قوي إن إخراج المسيح للشياطين هو انتصار عليه وهدم المملكته وتأسيس لملكوت الله على الأرض استرداد لسلبه الشيطان من البشر ومن الإنسان في هذا العالم في العالم الحاضر بيرجعوا تاني لأولاد الله ولي الله نفسه إنه في قصة شفاء مجنون أعمى وأخرس اتهموه قالوله أنت أكيد بتخرج الشياطين لأنه شافوا المعجزة عجيبة جدا أنت أكيد بعلزبور رئيس الشياطين فقال لهم كل مملكة مقسومة على نفسها لا تثبت إزايش رئيس الشياطين يبقى ضد الشياطين بتوعه أو يخرجه لكن التعبيرات اللي استخدمها المسيح بعد كده في متة وفلوقة مهم جدا ناخد بالنا من اللي بيقصده من اللي بيقوله في متة يقول كده أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي القوي هنا هو الشيطان اللي سيطر على العالم وبقى رئيس عليه ده بيته العالم والقوي الشيطان واللي بيدخل بيت القوي ده المسيح وينهب أمتعته ينهب هنا يعني يرجعها تاني أصلا أمتعته دي هو سرقة ينهبها هنا يعني بيرجعها الأصحاب الأصليين إن لم يربط القوي أولا بيبين إنه جه يربط القوي التعبير في إنجيل لو أيقول كده ولكن متى جاء من هو أقوى منه المسيح أقوى من الشيطان فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزق غنائمه يبقى إذن في نصرة وفي نزع سلاح وفي توزيع غنائم فالتعبيرات دي كلها إنه أقوى منه إنه بيجاي خش بيته إنه هيغلبه إنه بيربطه إنه بينزع سلاحه إنه بيوزع غنائمه تعبيرات بتوضح بلا شك إنه المسيح يقصد إنه هو جيه عشان ينزع رئاسة العالم من الشيطان أو يخلع الشيطان من رئاسة العالم فإذا كان قال إنه رئيس العالم لكن أصده إن ده رئيس جاي أخلعه ده رئيس هيتخلع عشان كده في كلوسي الإصحاح التاني اتقالت الحكاية دي بوضوح شديد جدا في صورة مهمة نحن نفهم مقصود بيها إيه يقول كده إذ جرد الرئاسات والسلاطين أشهرهم جهارا هنسيبها على الشاشة عشان نفهم معناها شوية ونحن نتكلم عليها زافرا بهم فيه ثلاث تعبيرات مهمين أو يجرد أشهرهم ظافرا كلمة جرد الرئاسات والسلاطين يعني نزع عنهم سلاحهم يعني نزع رتبتهم زي حدي بيشيل الرتبة من ظابط في الجيش لكن أشهرهم جهارا وظافرا بهم فيه دي معناها فضحهم علنية إيه بقى الفطح العلني ده والكلام ده كان بيكلم على بعض الصليب إيه الفطح العلني ده دي صورة متخدة من الزمن بتاع المسيح لما كان القواد الرومان يرجعوا من الحرب منتصرين يقوموا يعلنوا كده في البلد والناس تخرج على باب البلد على المدخل تقابل موكب النصرة تعبير تاني استخدمه بوليس الرسول موكب نصرته والموكب ده يبقى فيه القائد المنتصر ماشي في المقدمة ووراء الأسرة اللي هم أعداءه اللي أبض عليهم والغنايم مجرورين كده ووراء المركبة بتاعت القائد في نوع من الإشهار والفتح العلني وأعلان إن انت صارت عليهم فلما بيقول جرد الرياسات والسلاطين شال عنهم الرياس وأشهرهم جهارا وظافرا بهم فيه بيرسم صورة الموكب المنتصر اللي فيه اتأثر الشيطان ما عدش بنفس الصورة قبل كده فإذن الآية بتاعت كولوسي 2-15 أساسية جدا فإنها تبين لنا إن آدم الجديد الخاضع تماما للآب جرد الشيطان بهذا الخضوع من سلطته آدم الجديد صلح اللي عمله آدم الأول والطاع بتاعته الكاملة للآب والخضوع التام للآب وعدم الخضوع للشيطان كان تجريد للشيطان من سلاحه وكان تجريد للشيطان من سلطته على الإنسان اللي كان واخدها قبل كده ففضحه وبيّن إن هو ما يقدرش على آدم الجديد وقلغ سلطته على الأرض واسترد كل اللي سلبه الشيطان من الإنسان تاني رجعه تاني للإنسان عشان كده في رسالة أفاسوس يقول على القيامة حصل فيها إيه يقول على الله الآب تقويمه للمسيح يقول إذ أقاموا من الأموات وأجلسوا عن يمينه في السماويات الله الآب أو المسيح وهنا بيتكلم على إن المسيح ده الإنسان أدم الجديد الممثل لنا فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدمه وإياه جعلوا رأسا زي رئيس فوق كل شيء للكنيسة ودلينا إحنا لشعبه لأولاده فيتضح بصورة يعني لا شك فيها إنه في قيمة المسيح خدر رئاسة على العالم من الشيطان كآدم الثاني آدم الجديد اللي ضاعت وتسرقت من آدم الأول في السقوط ناخد فاصل قصير ونكمل حدثنا بعد الفاصل فكرة إن الرئيس الحقيقي للعالم بعد القيامة هو المسيح لم يعود الشيطان فكرة واضحة وراسخة جدا في الكتاب المقدس أرينا نص من أفاسوس وأرينا نص من كلوسي لكن فيه نص تاني مهم قوي في فيليب يقول مثلا وإذا وجد في الهيئة كإنسان على المسيح وضع نفسه اتضع وأطاع حتى الموت موت الصليب اتضع بتاعته للآب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكثب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب واضح جدا أنه في طاعة المسيح وصلبه وبعدين قيامته استرد تاني السلطة من الشيطان عشان كده يقول في أفاسوس أربعة آية تمانية يقول الصعدة إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا رجع لنا لتسرق مننا وده كان بيردد هنا النبوة عن المسيح هيعمل كده في مزمور تمانية وستين في معلمنا بطرس يقول نفس الكلام يقول تعبيرات مشابهة ماليا الكتاب المقدس يقول ايه على المسيح الذي هو في يمين الله ده في امتى بعد الايام اذ قد مضى إلى السماء وملائكة وصلاطين وقوات مخضعة له اذا ملك المسيح على العالم رأس المسيح للعالم حقيقة كتابية لا يمكن الاختلاف عليها والشيطان بعد قيامة المسيح بعد الصلب والقيامة رئيس مخلوع رئيس ده اللي لسه بيتحك عليهم فقط مش اكتر والاقل في الواقع احنا لو دورنا رجعنا الوراء وشفنا كلام المسيح لما قال عن الشيطان انه رئيس العالم ما قالش رئيس العالم وسكت التلات مرات اللي فيهم المسيح ذكر ان الشيطان رئيس العالم كان بيذكر كده في سياق انه هو هيتخلع يعني المسيح التلات مرات اللي قال فيهم الشيطان رئيس العالم كان بيقول انه رئيس العالم اللي هيتخلع رئيس العالم اللي هيتخلع ناخدهم واحدة واحدة في يحنى 14 قال كده لان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء يعني جاي علي بكل قوته وكل حربه ومش هيقدر علي انا اللي هنتصر هينتهي تنتهي رئاسة بتاعته في يحنى 16 آية 11 يقول ان الروح القدس لما هيجي هيجيب دينونة ويقول هيوكت العالم على دينونة فبيقول فيها واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين يبقى اذا هنا بيتكلم على انه رئيس العالم لكن بيتكلم عليه انه هيدان هيقع تحت يعني هيتحكم عليه يعني هيتفضح يعني هيباني انه مش رئيس ولا حاجة هيباني ان دي حاجة سرقها واتردت منه المرة التالتة المسيح قال فيها رئيس هذا العالم ايضا كتوحه جدا في يحنى 12 قال كده الان دينونة هذا العالم خلي بالك من تعبير الان خلي بالك بيقول الان وبقا يقول الان مش في المستقبل في مسيحيين فاكرين ان المسيح هيبقى الريس في المستقبل لا المسيح رئيس العالم الان الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا هيترمي برا هيتشال هيتخلع فكلام المسيح واضح جدا لشان كده ليس من الصحيح ولا من الدقيق ولا من الحق ان نتكلم على ان الشيطان رئيس هذا العالم الان ونفتكر يعني انه هيتخلع في المستقبل الشيطان خلع من رئاسته للعالم بصلب وقيامة المسيح المسيح دائما تكلم عنه كرئيس سيخلع على انه يدان على انه يطرح خارجا وبيقول الان امتى الان كان بيتكلم على الصلب والقيامة المشكلة اللي عندنا او عند البعض ان الواقع اللي موجود في واقع ظاهريا بيبان فيه ان الشيطان يعني بيعمل حاجات كتير قوي مسيطر على شرائح كتيرة من البشر ومسيطر على الكثير في العالم وخطته شغالة في العالم بدرجة عالية نرى الكثيرين خضعين له نرى انظمته موجودة نرى المشاكل بين البشر والشر والقسوة والحروب وكل شيء هو نتيجة سيادته على العالم دي حقيقة موجودة وايضا حقيقة الكتاب المقدس بيشير ليها في عبرانيين بيقول كده بيقول اخضعت كل شيء تحت قدميه بيكلم على المسيح بعد الايامة وخلي بالك من تعبير كل هنا ثلاث مرات اخضعت كل شيء تحت قدميه لانه اخضع الكل له لم يترك شيء غير خاضع له فهاش فصال الشيطان اخضع له بعد الايامة على اننا الان لسنا نرى يعني الواقع الظاهر في حاجة مختلفة شوية عن حقيقة الامر لسنا نرى الكل بعد مخضعا له معنى الكلام ده ايه معنى ان الشيطان المخلوع كرئيس للعالم ما زال رئيس على بعض مناطق وعلى بعض ناس ليه لانه رئيس برضو بالخداع رئيس للمخدوعين الشيطان ليس له اي سلاح الا الخداع فرئيس للمخدوعين من ما هو مخدوع من الشيطان بيظل الشيطان رئيس للعالم او رئيس له او رئيس لهذا الجزء من البشر او من العالم المخدوعين بان الشيطان هو الريس او تحت رئيس نقدر نشوفهم كنوعين نوع باختيار مخدوعين باختيارهم ضد الله رفضين الله ونوع عن جهل ما سمعوش عن المسيح ما يعرفوش بشرط الانجيل او عرفنها ومخدوعين فاكرين ان الشيطان له السيطرة على العالم وان العالم ده مازال فاسد وتحت الشيطان بعد الايام المسيح هو له السلطان على العالم الشيطان له مناطق ما سيطر عليها والمسيح شايف كنسته وشعبه ان هما يحققوا ملكوته وينشروا ملكوته فالمأساة ان المخدوعين اللي هما في جزء عن اختيار الجزء اللي عن جهل يشمل بعض المؤمنين اللي عايشين في خوف وفي انكسار وفي هزيمة وفاكرين ان هنا مفيش امل ومستنيين المستقبل اللي عايز اقوله النهاردة خلاصة حلقتنا النهاردة الله يتوقع من شعبه ومن اولاده ان هما يعرفوا الحقيقة ويعيشوها ما يضيعوش اللي عملوا المسيح على الصليب وفي الايامة اللي عملوا المسيح في الصليب وعلى الايامة انه خلع الشيطان من رئاسة العالم وبقى هو رئيس هذا العالم اخضع كل شيء له المسيح قالها بوضوح جدا لما جه بعد تلاميذ وفي اخر انجيل ماتة عشان يبشروا العالم كله فيه تعبير مهم جدا يمكن بيفوت علينا لكن نشوف بيقول ايه يقول فتقدم يسوء وكلمهم قائلا دفع الي كل السلطان في السماء وعلى الارض دلوقتي المسيح له السلطان على الارض دلوقتي فاذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس فالشيطان اتخلع والمسيح واخد السلطان على الارض دلوقتي لكن الجاهل واللي مختار غير كده يظل تحت سلطة الشيطان المخلوع يقول احباء هذا العالم هو عالم المسيح هذا العالم هو تحت سلطان المسيح اللي رافض المسيح واللي مش عارف ومخدوع بالشيطان مش تحت سلطان المسيح لكن الوضع القانوني والوضع الحقيقي ان العالم ده تحت سلطان المسيح وهو رئيس العالم آن بعد القيامة هذا العالم هو أمان اللي فاكر أن العالم وهو وضوح في الشرير والشيطان سيد عليه خاف إنما اللي عارف أن المسيح فوق كل سلطة وله السلطان الكامل على العالم فحاسس بأمان سلطان المسيح والسلطان اللي بيديه للمؤمنين يخلي أولاده عايشين في أمان وشايفين العالم مكان آمن ويقدروا يستردوا اللي تسلب منهم السلام الفرح المحبة والعلاقات اللي فيها محبة السلطان المسيح لما قال لهم لقاية الشيطان سقطة مثل بارق قال لهم بعديها وهأنا أعطيكم سلطان أن تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء أيضا اللي عارف أن المسيح ورئيس هذا العالم يبقى عارف أن لنا دور هذا الدور أن احنا ناخد نصرته ونعيشها احنا ونعلنها للآخرين نعيشها ونعلنها ناخد سلطانه ونستخدمه المسيحيين عليهم دور جماعي في أنهم يحققوا رئاسة المسيح على العالم في أرض الواقع مش ننكمش ونبعت على العالم ونخاف منه لا ده احنا نعلن رئاسة المسيح على العالم نعلن سلطانه نعلن مجده نعلن أن له الكلمة العليا كفانا كسل كفانا تراجع وانهزام وانكسار كفانا حجج الحقيقة بتاعة أولاد المسيح أن حياتهم متعبر عنها في 38 و37 يقول ولكننا في هذه جميعها في كل المشاكل اللي في العالم يعظم انتصارنا بالذي أحبنا وإلى اللقاء فحلقة قادمة